السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمنى تكونوا بخير إن شاء الله. هادي بديقكم بخير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله جبتكم كيكة المشماش بزفة بنينة وهشيشة وخفيفة. نتمنى إن شاء الله تعجبكم هاد الوصفة نتاع اليوم. صاي كمنا مع القاطو تعالعيد. اللي كملا كملا. واللي غادي نبدو إن شاء الله في روتيناتنا تعها. ليوميات شن وجدو إن شاء الله. والليوم بغايت بارتاجي معكم هاد الكيكة جي بزفة خفيفة وبزفة شبنينة. اللي وغش غادي نستعملون. نبدو بسم الله. عندي ثلث حبات بيد. نكونوا جاب دينهم نفخي جيدة. باش يكونوا في حرارة المطبخ. ونزيدوا لها بوتع يا وقت ناتير. يا وقت طبيعي. ونكونوا تاني جاب دينهم نفخي جيدة. قبل بمدة باش ميكوش بارد. غادي نضيفو كامل هادك البوتع. يا وقت طبيعي. بعد ما حطينا هادك البوتعلي وقت ناتير غال. روحت خصلت هادك البوتش شفتها. باش غادي نعبرو بي. جعل مكونات تاع الكيكة تعنا تعليون. استعملت البوتع السكر العادي تعنا. وغادي نستعمل. كاس تاع الزيت. غادي سهل عليكم هاد البوت. بلش العامل تاعكم في الكيكة تعكم. غادي نتعبرو غير بي. بعد ما ضفت الكاس تاع الزيت نتاعي. غادي نستعمل نص هادك البوت. نص تاعه. تاع الحليب. كما لو كتشوفو استعملت نص بوتع الحليب. وغادي نخلط. غادي ما استعملش تضرب الكهربائي. غادي غيب الفوي المدرب اليدوي. وغادي نخلط مليح مكونات التوعي. لازم تخلطهم مليح 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 مليح. هادا تحسيب هاداك السكورة تاعك. داب ما بقاش حبيبات. غادي تضرب مدة لبس بها. هاداك الفوين تاعك. هنا بعد ما تخلطت المكونات التوعي مليح مليح. هاداك تاع البرتقال والليمون اللي كان عندي في المجمد. عبرتها مغرف صغيرة. واللي ما عندهاش تحكم حبة على ليمون. ودير المبشور انتاحها. تبشرها ودير المبشور انتاحها. غادي زدتها مليح وخلط. وغادي نبدو تضيفه في الفارينة تاعنا. ودائما نعبره بهذاك البو. وكل وحدة والفارينة تحك. الفارينة تحك. هاداك تشرب بزاف. غادي تستعملي كمية فارينة كبيرة. سينو انا ستعمل ثلاثة تاعلي بو. تعليها وقت هاداك. ونص في هادا الكيكة. ستعمل ثلاثة ونص ساعة العباء. وانتي اتنجمي تستعملي حتى ربعة تاعلي بو. كل واحدة ولحسا كما قلتو لكم الفارينة تاحها. غادي نبدو ندف. غادي بالبو واحد ونخلط. وخلط مليح مليح باش ميقعد ليش حبيبات. انتاع الفارينة تاعي. واناني مغربلت هالفارينة. كيما انتي تنجمي تغرب تستعملي البو. وتغرب لي امام طن. ماذا بك تستعملي ماذا بك تغرب لي كل واحدة. وكيبا فش تبغي تستعمل. تخلط الخالية نتاحها. هنا يزدت البو نتاعي الزاوج. وغادي نستعمل. خميرة الحلويات. اه صاشي تاع خميرة الحلويات. ونبدو نخلط في الخالية نتاعي. ونضيف الفارينة نتاعي. حسنا تحصل القوام اللي راني باعتها. قوام الكيكها دائما يكون عندها نفس القوام. ما تكون تقيلة. ما تكون خفيفة. لازم تكون متوسطة. هنا يا بنتي بدأت تزيد. لو زدت لي واحد شوية. غادي نزيد نستعمل ثلاثة. كيما قلتو لكم ثلاثة علب. ونصف تاع الفارينة. وانا سيد باش نحكيكو مع الفرن. لازم الفرن تاعك يكون سخون. انا قبل ما نبدأ نتخلط في الكيكا تاعي. ندير الفور تاعي يحمى. باش من يجي نستعمل الكيكا تاعي. يكون فوق تاعي حاميم لحمله. هنا زدت نصف تاع البو. وبدأت نخلط. وهذا هو القوام تاع الكيكا تاعنا. اللي نتحصل عليها. من تحصل على هاد القوام تحبسي. هنا بعد ما اكملت وجهت الخارق نتاعي. حكمت زوج حبيبات تاع المشماش. هاد القوام اللي يكون فيه. حكمت زوج حبيبات تاع المشماش. قد ضع. وزدتهم الكيكا تاعي. هاد المرحلة. تقعد اختيارية. إلا تبغي انتية البنة تاع المشماش تكون. كما نقولو احنا بكثرة. تزيدي هاد اللي بتي مخصو. جي بزي. في بنان الداخل في كيكا تاعك. وتخلطها مليح مليح. هنا بعد ما وجهت الخارق نتاعي. حكمت البلالة غادي نديرها في الفرن. ودهنتها بشوية تاع دهان. ودردت عليها شوية فارينة. ونستفرغي الخارق نتاعك. تشوف الخارق نتاعي القوام نتاعك كيفاش يجي. ومعها هادوك اللي بتي مخصو. على المشماش اللي قطعدناهم. وضفناهم للخارق نتاعنا. غادي نفرغ كامل ذاك الخارق نتاعي. ندريسيه في البلالة تاعي. بتاع الفرن. وكيما وصيت. يكون سخون سخون سخون. تشعلي عليها قبل ما تبدي. تخلط وجدي في كيكا تاعك. وانا الفرن نتاعي. نشعل عليه غير متحت. ونديره. بين 180 و 190 درجة. ونشعل عليه غير متحت. وتطيط حمالي من الفوق. بلما نشعل الفرن نتاعي من الفوق. اللي عندها الفرن تاحها. يشعل غير متحت. شوالات ديريه. لازم تكون يبشعل عليه مقبل. باش يحملك مريح. وباش يطلق لك هذا كسات. باش تحمل تلكها من الفوق. انا من ساع مش الفرن تاعي من الفوق. شعل غير متحت. ونطيب الكيكا تاعي. وجيني طيبة ما شاء الله. هنا يحكمت المحبة تاع المشماش تاعي. قطعت الحبة بينزوج. وبينسير قلعت لهذا كناوات تاحها. وغادي تستعى تحطي. كما نقولو احنا يا. غادي تحطيها للنص الحبان تاعها. كل واحدة وكيفاش تبغي تزين تاع كيكا تاحها. كاي اللي تبغي المشماش بزاف. تقطري دي لحبة حدقتها. سينو توزيعهم كما هاكا كما راكوا تشوفو. انا جي جربت باش نوزعها. لحسب. لباق اللي غادي نقطحهم. وهنا اللي تزين. ونزي. الاضافة نتاعي. كنا عندي واحد شوية تاع كاوكا. لكوا عارفين. يبقوا ان هاد السوالح من العيد. طاحنته. كما نقولو كاسي غو. طاحنته شوية غلاد. ودرته في هاداك الفراغات. عمرت به الفراغات. هذي اختيارية. هذي تنجمة تستغني على هاد المرحلة. اللي ما عندكش الكوكو. هذي اذا فزتها انايا. دردت هاداك الكوكو تاعي من فوق. وغادي نديرها في الفرن الطيب. ونخليها تحمر. تديرك بين 25 دقيقة. حتى 35 دقيقة. حتى 35 دقيقة. دايما تكفي على الكوكو تاعك. تفيري فيها. ها هي الكوكو تاعنا. بعد ما طابت. ما شاء الله. يخرج اللون تاعها ذهبي. يخرج رائع اللون تاعها. هناني ستاعمل ستاعمل كوردون. بغا تنوري. غاية بغا تنوريكم. كدير تعرفي الكوكو تاعك طابت. تحكمي عن كوردون. ودخل في العجينة تاعك. ولا عندك خدمية ولا كل واحدة. ما شاء تستعمل. من يخرج لك هذا كوردون ناشف. ولا الخدمية تاعك ناشف. تعرفي بلي كيكا تاعك. راها طايبة من الداخل. ما تخافيش منها. هنا احكمت شوية تاع كونفيتور تاع المشماش. دائما نقعده. في نفس الداخل. وقدرنا المشماش نقعده في المشماش. ادهنت هذا السطح تاع كيكا تاعي. بحكمت الفرشات. و ادهنت بهذا كونفيتور مربعة تاع المشماش. تدهني كيكا تاعك. تكون عادة سخونة كيكا. ما تشرت خليها تتبرد. بخيفيران سخونة كيكا تاعك سخونة. التزيين يقعد اختياري. تنجمي تديري من فوق السيكرا غلاس. تنجمي تديري المشماش. كونفيتور تاع المشماش. انتية وش عندك فضار. كيكا لك. تلازم تكوني مدبرة. لجم تفني انتية وانتية. تعرفيش اديري. على حسب المكونات اللي عندك فضار. انا عندي مربع المشماش. ادهنت. غادي ندهن كامل السطح تاع كيكا تاعي. يبدل مربع المشماش. وهي عادة سخونة عادة جبدتها من الفرن. ونخليها تبرد. وغادي نبدأ نقطع فيها ان شاء الله. باش شوفوا هالي كيف جت من الداخل. وان شاء الله عجبتكم. وان شاء الله غادي تجربوها. وغادي اكيد 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 غادي تنشحوا فيها. ولي عندها الناباج. تبغي ما تستعمل لك. لمربع المشماش. تنجم تستعمل الناباج. تدهم به من الفوق تاني. بغاي باش يعطينا لابريانس. لي كيكا تاعنا. كيشوفاني نقرب لكم هالي. باش شوفوا. تبدي تبري الكيكا تاعنا. هاد اه المشماش. باش يتلق لك بنا. وباش يتلق لك هالي كيكا تبريانس. تبغي تديري الناباج. يكون عندك غير الناباج وتبغي تستعمليه. تجمي تستغني على المشماش. وتديري الناباج الدهني به. تاني الكيكا تاعك من الفوق. باش تجي كيكا تاعك تبري. ها هي كيكا تاعنا راها طابت ووجدت. واذهنتها وخليتها حتى بردت. كيما راكم تشوفوا فيها المرسوية تاع المشماش. باش نتمنى غي يكون لبانو لكم. راهم الداخل يبانين في كيكا تاعنا. تجي ما شاء الله. تجي شيشة و تجي خفيفة. تجي بنينة. نتمنى ان شاء الله هتجربوا الوصفة. تاعي اليوم تاع كيكا تنمشماش. وتردوا للخبر. اكيد إلا تبحتوا المراحل. اللي استعملتها هنا يا. غادي تنشحوها 100% ان شاء الله. هنا نقطع لكم. تشوفوا من قطعت كيفاش نقطع. لي جي خفيفة. نقطع لكم باش نبليكم المشماش من الداخل. كيفاش جاني. وتنجمي انسيت باش نقولكم لي تنجمي تستغني. تبغي المشماش تبغي التفاح. كل واحدة ولا الفاكهة اللي تبغيها. تنجمي تستعملي حتى الكارز. فاكي كان تاعك. هاني نقطع لكم هنا غاية باش تشوفوا. الخفيفة وجيه شيشة. نتمنى ان شاء الله الفيديو تعليم ومعجبكم. استمتعتوا بهذا الوصفة. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتفرحوا بيها الاسر انتا وحكم. وتهالا وفرواحكم. ما تنسونيش غبجة موببخطاج. اشتركوا في القناة.